شاركت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد في مؤتمر نموذج مستدام لتحقيق سكن لائق للجميع بمنغوليا واستعرضت مي عبد الحميد أبرز التحديات التي يواجهها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عند إطلاق البرنامج للوصول لحلم تحقيق السكن اللائق لمحدود الدخل في مصر والتي نجح صندوق في اكتيازها وتمثلت في هذه التحديات في الطلب المرتفع على الإسكان مع نمو سكني بنسبة سنوية تتجاوز 1.4% حيث بلغ العرز التراكمي حوالي مليون وحدة لذوي الدخل المنخفض وأيضا ارتفاع أسعار تكلفات التمويل العقاري التي كانت تتراوح ما بين 20 إلى 24% سنوية التتريكي